اشتركوا في القناة من خلال الندالات من خلال عمله من الناس او من النخبة الاريترياية التي تحاول ان تجي شمعة في النفق المذنم الذي تمر به ايريتريا نتمنى لها التوفيق ولغيرها ايضا من ذملاء الذين يعملون في هذا الحقل فهلا وسهلا بك الاريتريا اهلا وسهلا بك نتشرف بوجودك معنا في قناة ادال ومع مشاهدين قناة ادال وسنتناول الموضوع الذي تطرحه ان شاء الله بحول محاول مختلفة لكن سيكون نفس الموضوع اللقاء والدين في السياسة الاريتريا لكن سأترك لك اولا مجال ان تحيي الجماهير قناة ادال وجماهير الاريتريا في السويد وان تتناول ايضا الموضوع كمدخل حتى تستوعب معنا المشاهدين الموضوعين اهلا وسهلا بالاخوة المقيمين في السويد قد لا تحالفني الحز ان اراكم كلكم فبهذه النواسبة التحياتي الى كل من يوجد في السويد استاذ سالح الموضوع اللي اتناولته يعني هو موضوع القديم الجديد يعني في السياسة الاريتريا يعني فيما يتعلق بالدين ودوره في الحياة السياسية الاريتريا وايضا اللغة يعني منطلقات هذه الموضوع يعني كيف بدأ وما هي الفكرة العامة حوله بالله الفكرة هذا كما قلت موضوع مش جديد كان يعني منذ نشأة الاريتريا الموضوع ده كان عايم ما تم حل المشاكل التي تتعلق بالدين واللغة اللغة والدين بمحورهم الثقافي اكتر منه بالايمان وشغلات هذه فمنذ واحد وخمسين او اثنين وخمسين قبل ان تنشأ دولة الاريتريا الحديثة فهذه كان احدى الاعمدة التي قامت عليها دولة الاريتريا وبانتكاس احدى القواعد التي قامت عليها الاريتريا وهو اللغة يكون قواعد الدولة مهزوز وكل ما نعانيه الان هو نتيجة اعادة هندسة الدولة الاريتريا والشعب الاريتريا بحيث قام النظام الدكتاتوري بتقسيمه الى عدة فئات على حسب هواه عن اللغات وعلى كذا بينما لشعب الاريتريا السابقة ولو تقسيمات طبيعية تقسيمات تغليدية لم نرى منها المشاكل وكان بالامكان حل اي مشاكل قد توجد بين هذه المكونات لان الشعب عاش بهذه الهويات لمدة طويلة ولكن بعد تدمير البنية التحتية للمجتمع الاريتريا وهي هوياتي قد نشأت مشاكل ونحن نعاني منها الى الان وهذه الاستقرة التي يدخل منها النظام الدكتاتوري هذه النقطة عندما نتحدث الاساس سالح انا قرأت المحادرة اللقيتها في امريكا وكان نقاش حولها كبير وعندما نتحدث هنا الدين واللقى في اريتيا المتابع يرى ان الحديث يتم حول الدين الاسلامي واللقى العربية لان الدين المسيحي واللقى التقرينية كان تم اتفاق حولهما حتى في 52 حتى الشهيد ابراهيم سلطان يقول يعني احنا اعترفنا بالتقرينية وعطيناها الاقلبية في البرلمان الاريتي لكن اخوانا المسيحيين لم يعني يتفاعلوا معنا في مطلب اللقى العربية هل نتحدث كدين بشكل مطلق سواء كان اسلام او مسيحية ام هنا الحديث يتم عن العربية والاسلام والله والطبيعي لما تتكلم عن الدين في اريتريا لا يوجد دين في غفص الاتهام الى ايام قريبة الا الدين الاسلام وحين وانا اتكلم مثلا اللغة الاريتريا لدينا مشكلة لغة فهو لا يعني لغة التقري أو لغة الساهة أو لغة الكلامة أو لغة البلينة وغيرها تلغى المعنى هو اللغة العربية ولكن في الاونة الاخيرة غير الدين الاسلامي في ديانات اخرى برضو بتعاني نفس التهميش ونفس الاضطهاد مثل الجهوظة ويتنس والبينتاكوستالس حتى التواهدو اللي هي الاقلبية اليوم تعاني مناضطهاد بحيث انه الباتريارك معزول وهذه على سلطة تعتبر لدى المسيحيين حتى هذا معزول فبدأت بالمسلمين ولكنها وصلت الى الجميع فهذا اللي نحصل حاليا طيب اذا تحدثنا عن اشكالية الدين في السياسة الاريتريا يعني البعض يرى ان هي فقط اشكالية النظام أو بالذات سياسة فورقي وعقليته في ادارة البلاد لكن نرى ان هذا التجربة كانت حتى في داخل جبهة تحرير الاريتريا تنظيمات الاريتريا حتى الان بعد النخب الاريتريا مفهومها للعلماني وعزل الدين عن واقع الاريتي والنقاش اللي يتم في التحالف وفي المؤتمر الاخير اللي كان في ادسابة كيف تفهم انت هذا الدور بيشوف كل المجتمعات دول العالم الثالث لديها رواسب قديمة ورواسب جديدة فموضوع الاختلاف او موقف الشعب الاريتريا وجزء من الشعب الاريتريا تجاه اللغة الاريترية قد تكون صح انه ما نقدر نلوم النظام الشعبية فقط لانه في الثقافة الحبشية عامة في نوع من الكراهية لانه هذه تعبية خمسمائة ستمائة سنة فمش ممكن ازالتها بكل سهولة فهذه لها رواسب لكن متى ما وجدت الظروف المواتية في البلد هذه ممكن المجتمع يواجهها باسلوب التدريس او المناهج او الاجتماعات للمناظرات اجامعات مراكز البحوث هذه ممكن قد يتناولها وتحل المشكلة ولكن لم تحل بل كل مرة وكل نزام كان يزيدها ويعني تسيء من اسوأ الى اسوأ يعني لم توجد في المنطقة اي نزام ولو يوجد اي نزام في المنطقة يحاول حل هذه المشكلة بدء يزيد زيادتها اسوأ الدين واللقاء كان متهم في الواقع الاريتري يعتبر العامل الخارجي يلعب فيه دور كبير يعني مثلا بريطانيا كانت تثمر هذه التناقضات اللي كانت موجودة هيلة سلاسة ايضا حاول ان يستفيد من هذه التناقضات حزب الوحدة الرابط الاسلامي المسلمين المسيحين لكن يبدو ان الآن العامل الخارجي فيما يتعلق في هذه المسالتين انتفع كيف تنظر انت يعني هذا التعميق هذا القيم قيم الدين وقيم الثقافة واللقاء في الواقع الاريتري من جهة المعارضة ومن جهة الحكومة اعتقد اولا الدين والثقافة هي المواد التي تصنع منها السياسة لانه السياسة متى ما خلط من سياسات المجتمع والعناصر الاساسية في المجتمع كاللغة والثقافة والدين لا تعتبر سياسة لانه السياسة ليست اللغة الدبلوماسية فقط بل ادارة الدين والثقافة والاشياء هذه فاللعب بالدين من حيث المبدأ ليس عيب لانه هو لانه مادة السياسية الواحد لو ما اعتبر القضايا الدينية والقضايا الثقافية ما يعتبر سياسي ولكن اذا تم توزيف هذه الاشياء لهيمنة جزء غير جزء فهذه قد تخلق قلاقة وهذه ما يحدث في اريتريا مثلا بطرد او باضعاف اللغة العربية تم اضعاف المسلمين وبالتالي تم تهميش الارتريين وهذه يعني مش مشكلة بسيطة قد يعني تضول بنفسها لا تضول الا بعد استحقاق الحق واعادة الموضوع الى نسابه طيب كيف تنظر لدور المعارضة في هذا الجانب بالذات حتى لا نشعب المثألة كثير من المعارضة الآن اعترفت بثناءة اللغة مثلا اللغة العربية والتولينية اللغتين رسميتين في اريتريا هذه منصوص اليها في كثير من الدساتير اللي موجودة عنه هل انت مطمئن لما هو منصوص في هذه الدساتير لتنظيمات المعارضة بالتالي حل المشكلة اريتريا في المستقبل بالذات في القضيتين اما مسألة الحوارة الساخن اللي كان في موضوع الشريعة في موضوع دور الدين حتى في داخل المعارضة ايضا لا ذلنا نحن في اشكالية بالنسبة للبرامج وكذا حتى جهة الشعبية تغر انه في مساواة بين الديانات وتغر ان اللغة العربية والتقرينية هي لغتان الرسميتان فيعني لا يلضغ المرء من الجحر مرتين فاليوم الواحد ما حيقبل مجرد جملة جملتين في بيان معين لا نوع قوة تنفيذ او الجهة التي تصدرها ليس لديها اي قوة تنفيذ فهذه الامور هذه خلق الا الديمقراطية التامة وحتى الحقوق كلها تموت في يد المواطن ويكون في هيكل يديره الشعب بارادته حتى توجد هذه الاشياء الانزمة السياسية قد لا يعتمد عليها لتنفيذ هذه لانه لو شفت الافعال وما هو مكتوب في البرامج يختلف تماما طيب ثالح لو قولوك الاشكالية ليس هي اذا نحن معترفين باللغتين الرسميتين بالدين الاسلامي بالدين المسيحي ونعتبر هذه المكونات لكن المشكلة تكمن في داخل المسلمين بحدي ذاته يعني هذه الطرح اللي موجودة عن المسلمين فيما بينهم الان لا يجمع هناك اجماع على اللي ما يعتبروه ثوابت اجماع ليس شعوري لكن عمل يعني ترى انت مثلا عدد من اللي قسمهم سياسة فرقي الى قوميات فوجد اقصى مطالبون يعترف به كقومية ومع الاسف فقط من القومية التقرينية لان المسلمين فيما بينهم معترفين ببعض ليس هناك في اشكالية كيف تحل المشكالة في داخل المسلمين هذه يعني تمزق المسلمين في حد ذاته ليس هو خسارة للمسلمين فقط بل هو خسارة للوطن وبالذلك يعتبر خسارة حتى للمسيحيين لانه لو يعني بلد مثل ايرتريا لو ما فيه توازن بين الديانتين الكل بيخسر فبالتالي في اصدقاء لدي اصدقاء مسيحيين بيقرب الموضوع دعف المسلمين بيأدي الى دعف الوطن ويأدي دعفا ان احنا كمسيحين في حد ذاته دعف المسلمين فيما بينهم حدس ولا حرج لانه اليوم عندنا ثلاثة واربعة تنزيمات الداعي بالاسلام كمبدأ وتفرقتها كلنا نعرفه بين الجهادي ومش عارف ايه والاسلامي والسوري الاخواني والسلفي وكذا هذه امور مش امور سياسة هذه امور مش مش امور سياسية المطلب في نطاق الدولة هو نطاق سياسة يعني كلام سياسي المفروض يكون المطالب يبنى على حقوق حقوق المسلمين انما بعدها موضوع دعوي هذا يعني نحن مسلمين كلنا الحمد لله فما في واحد يزاود على التاني يعني اليوم لو واحد اسلامي عاوز يتبع اي منهم يتبع يعني يتبع السلف ولا يتبع الاقواني ولا يتبع هذا ولا ما هذا فهذا الدعب في حد ذاته قد ادعف المسلمين نعم و الى الان شساة المسلمين هو هذه احد اسبابه نعم طيب انت سالح ايضا كنخب مسلمة من عامة الناس متهمين لانه مجهودكم كله مبزول في اقناع الطرف الاخر اللي سميت انت الرجل اللي كان جالث في الشاطي وانه هو يحاول يغنع الموجة حتى تقف ويعبر لكن موجات المتتالية وبالتالي احنا ايضا قاعد نعاني من اجيال متتالية نبذل مجهود في اقناعها لكن لم تبذل نفس المجهود في اقناع الداخل المسلم بحيث انه يكون عنده هناك من الثوابت ولا يقدم طلبات لكن يعني يقف في حدود مطالب الحقيقية ويحميها بشكل متساوي وبشكل عادل يعني لماذا لم تبذل النقبة المسلمة مجهود كبير في الداخل المسلم والله شوف يا اخي يعني يفترض البني اذم يعمل اللي قدر عليها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فالسوت ده ممكن كان خافت السوت ده ممكن خافت الان يعني يبدو انه السوت النقبة اللي بسميها نقبة انجاز التسمية اعتقد تحتاج الى من يدعمها حتى السوت يكون عالي ومخاطبة الشريك او مخاطبة الجهة الثانية القير مسلمين مثلا هذه واجب واجب وطني برضو يعني لانه العملية في النهاية احنا بنشوف الثغافة الاسلامية وثغافة اللغة العربية انا شخصيا براها في اطار ايرتريا ما براها خارج ايرتريا فمتما تم اقناع الشريك الاول لتقبل هذه واعتبارها ثغافته وثغافة وطنه اعتقد المشكلة تنتهي لانه لا توجد مشكلة بين المسلمين مثلا ما في مسلم ما يقبل اللغة العربية ما في مسلم مثلا لا يريد يحترم دينه المشكلة تكمن في اقناع الشريك الاخر الذي يتساءل عن جدوى هذه المشروع منذ سبعين سنة في موضوع تم التوقيع عليه وتقليمه وكذا والاتفاق حوله ولكن يتجدد هذا وهذا قدرنا يعني سنقوم بترديد نفس الحديث لكن في المقابل ممكن يقال سالح سالح مسألة هناك في مشروع قرروا سياسة فورقي ونظرته لإيرتريا إن إيرتريا تتكوّن من تسعة قوميات وهذه القوميات حتى أنت أسميت أن كل القوميات سميت بلوقات ما عدا الرشايدة لم يسموا باللوقات العربية لحساسية هذا الموقف من قبل سياسة فورقي ما هو مشروع الطرف الآخر لنظرته لإيرتريا هل يقرر المسألة هذه أننا الآن تجد المسلمين يقررون هذه القوميات في بعض منهم يطالبون بها إذن المسألة أنت ماشي في نفس القط أم أنك عند مشروع آخر ونظرة أخرى للمكونات إيرتريا في إطار هذا التنوع والله شوف أنا بنظرة المتواضعة أرى العودة إلى نقطة البداية كل ما تم نقطة البداية هي الاتفاق بعد 52 عام 52 لما تم تأسيس إيرتريا كمان علامها أو كمان عرفها بدأنا باتفاق معين بين الطرف المسيحي والطرف المسلم أو المرتفعات المنقفدات سميه ما شئت في تقسيمات طبيعية كانت موجودة لدى الشعب الإيرتريا والشعب متقبلها يعني المجتمعات قابل التقسيمات هذه إنما ما تم بعدها كله يعتبر باطل والمفروض يعتبر مرفوض فإذا عدنا في نقطة البداية هذه التي نتحرك منها إلى الإمام